يعني العمل في مجال الأثار هو أيضا به تخصص طبعا فيه تخصصات كتير جدا كمفتش أثار ممكن تشتغل مفتش أثار حفائر ممكن تشتغل مفتش أثار وعي أثري أو توسيق أثري ممكن تشتغل مفتش أثار رسم أثري ممكن تشتغل مفتش أثار للمرافقة المجموعات بضيوف البلد الرسميين للشارح لهم في المناطق وممكن تشتغل مفتش أثار لأ يعني فيه تخصصات كتير جدا ده غير قسم الترميم اللي بيهو ما عملية ترميم الأثار يعني هل تكفي الدراسة فقط في أن تكون مفتش أثار أو يعامل في مجال الأثار بشكل جيد طبعا لأ قولا واحدا الدراسة في الكلية هي دراسة نظرية بتعرف المعبد يتكون المعبد من الصرح الأول يليه الفناء وهناك مجموعة من التماثيل لا لا خالص تختلف تماما بتدرس اللغة المصرية القديمة وإحنا نوضح هنا كمان أنه ما فيش حاجة اسمها اللغة الهيرغليفية اسمها اللغة المصرية القديمة بكتابتها المختلفة الخط الهيراتيقي الخط الهيرغليفي الخط الديموتيقي فيبقى هنا بنتكلم على الدراسة نظرية عن ثلاث أنواع ثلاث كتابات أو ثلاث كتابات ثلاث أنواع من الكتابة بزد فبعد كده لأ لما تنزل بقى على أرض الواقع في حفائر أو في منطقة أثرية هنا بتبدأ من أول وجديد بتتعلم إزاي وليكن في التخصص الحفائر بتتعلم إزاي تحفر إزاي تعمل مربعات وتقسم المنطقة الحفر ما بيبقاش بطريقة عشوائية عشان كده كان لازم ندخل حاجة اسمها مدرسة اسمها مدرسة فيلد سكول مدرسة تعليم الحفائر تتعلم إزاي تحفر إزاي تعمل حفائر إزاي تنزل بطبقات الأرض إزاي تدرس الطبقة دي والطبقة دي والطبقة دي لما توصل وهكذا هنا دي دراسة تانية تعتمد على العمل الميداني يعني ده علم مكتمل يعتمد على التجربة مش على الدراسة لا هي الدراسة بتديك معلومة عامة إنما العمل التجربة بقى ماذا تعطيك إزاي تحفر إزاي تمسك المسطرين إزاي تمسك الفرشة إزاي لما طلع قطر يعني هو سؤالي البسيط إزاي تحفر إزاي تحفر إزاي تحفر واضحة فين المنطقة اللي بنشتغل فيها في الأول المنطقة رملية منطقة فيها حجر منطقة طينية حالحسب خلينا نتكلم منطقة صحراوية بنحدد المكان اللي هنعمل فيه حفاير مساحته كام في كام تقريباً ثم بنعمل مجموعة مربعات ثم بننزل بطبقات لغاية لما نوصل للطبقة شبه القديمة ما ننساش إنه فيه طبقات قد تكون حديثة نتيجة ردم حديث نتيجة عامل تعرية نتيجة رمال نتيجة إيه لآخرة دي عشان ما تضيعش وقت الحفار قوي إنما نبدأ بقى في الطبقة الأصلية نبتدي نبقى نركز فيها بمسطرين وفرشة لغاية لما نوصل مما لا شك فيها يبقى فوق بالطبقة العصر فترة المتأخرة نرجع هنا تحتها بشوية الدولة الحديثة نرجع هنا الدولة الوسطى الدولة الأديمة على حسب المنطقة مسألة صعبة مسألة صعبة ولكنها مسألة شيقة للي بيحبها يعني تاعد في الشمس صيف حر شتة برد خريف فيه ولا أمشير فيه تراب فيه رملة فيه عواصف ترابية رملية إنما فيه بشن فيه حب فيه إصرار فيه إنك أنت هتوصل لحاجة ما شافهاش حد قبل كده بتلات تلاف سنة ولا أرباح تلاف سنة بتلاقيها لأول مرة ترجمة نانسي قنقر